ان شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن أسباب التهاب الحلق عند الأطفال عند الأطفال بشكل أفضل إذا قمنا باستعراض الحالات قد نتمكن من فهم حالة التهاب الحلق الصحيحة التي تشكل أيضا أسباب التهاب الحلق عند الأطفال راح نعرض بعض الأسباب والحالات الصحية التي تشمل بعض الحالات المهمة التي تساعدنا في فهم مرض التهاب الحلق أول حالة هي التهاب اللوزتين وهو عبارة عن حدوث التهاب أو عدوى في اللوزتين والذي يمكن أن تكون سببه البكتيريا أو العديد من المخلوقات مثل الفيروسات الأخرى طبعا هذه أحد الأسباب لذلك في حين يعتبر التهاب اللوزتين البكتيري شكلا من أشكال التهاب الحلق أيضا فهنا أنواع التي تسببه بكتيريا سرايبيتو كوكاس العقدية وأيضا التهاب اللوزتين الفيروسي الأخرى يمكن أن تسبب التهاب الحلق عند الأطفال وهي ممكن تتحول هذه الالتهابات الحلقية إلى مضاعفات مثل ارتفاع درجة الحرارة تصل إلى 40 درجة مئوية ممكن تسبب تخلف عقلي في الدماغ بسبب موت الخلايا المخية لأن الخلايا المخية لا تتحمل هذه الحرارة وإذا ننصح استشارة الطبيب المتخصص في هذا المجال إلى هنا انتهى الدرس كان ماكم الباحث خالد بن سعود الحليبي إن شاء الله نشوفكم في درس قادم